اشتركوا في القناة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله الرعام ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه ليسرني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني والتبركات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة العالم لسباقات الفرمولا واحد والذي جاء نتاج الإصرار والعزيمة لدى جلالتكم وتضفرت من أجل تحقيق ذلك النجاح كافة جهود أبناء الوطن مما عكس مكانة البحرين الحضرية وضاف المزيد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية للمملكة وإننا إذنهن جلالتكم بنجاح هذه الفعالية العالمية الكبيرة التي شهدتها أرض البحرين العزيزة وما حظيت به من اهتمام كبير ومتواصل من جلالتكم حفظكم الله لا نشيد بكافة الجهود التي بذلت على إعدادها وتنظيم تنفيذها وإخراجها بهذا المظهر المشرف لتظل البحرين امتدادا لتاريخ عريق من العطاء والإنجاز متمنين لواطننا الغالي اضطراد التقدم والنماء والإزدهار في ظل قيادتكم الحكيمة والله يحفظكم ويسدد على الدوام خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حفظه الله الرعا برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله الرعا هذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم الكريم بخالص التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية مقرونة بشكرنا الجزيل وامتناننا العميق للتهنئة التي حملتها إلينا برقية سموكم بمناسبة نجاح سباق الفورمولة واحد ما أسهم في تعزيز مكانة مملكتنا الغالية على الصعيد العالمي حضاريا ورياضيا بحيث تأكد حضور مملكتنا في مصاف الأمم المتقدمة وإننا إذ نشكر سموكم نتمنى لكم العافية والصحة ودمتم يحفظكم الله حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدحة حفظه الله ورعاه برقية تهني إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة العالم لسباقات الفورمولة واحد هذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم بخالص التحيات وصادق التمنيات بمفور الصحة والعافية مقرونة بالتهنئة العميقة لسموكم بما وفقكم له الله عز وجل بنجاح سباق الفورمولة واحد والذي يعتبر إنجازا رياضيا وحضاريا واقتصاديا لمملكة البحرين العزيزة حيث أكدت مملكتنا حضورها المميز على خارطة العالم المتحضر مما عزز مكانة بلدنا الغالي في الساحة العالمية تهنئ لسموكم ولجميع الذين أسهموا في إنجاح هذه الفعالية المميزة والله يحفظكم ويرعاكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وقد تلقى حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد مفد حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفد حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمزيد من الفخر والاعتزاز تلقيت برقية جلالتكم الكريمة المهنئة بمناسبة النجاح الكبير لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفرمولا واحد 2015 أولى السباقات الليلية للموسم والذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي حضت بدعم ومباركة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم وأود أن أرفع إلى جلالتكم حفظكم الله أسماءات الشكر والتقدير والامتنان على ما عبرتم عنه جلالتكم من سعادة وفخر بنجاح التنظيم والاستضافة لهذا السباق الدولي وإن هذه الإشادة هي موضع فخر واعتزاز لكل من أسهم بجهده ووقته لإبراز هذا الحدث الرياضي الدولي سيدي صاحب الجلالة إن هذا سباق الدولي الذي شرف بحضور جلالتكم حفظكم الله قد أصبح تقليدا وحدثا سنويا تحتفي به مملكة البحرين في صورة مشرفة تكاتف الجميع على إبرازها وإنه بفضل الجهود الطيبة التي تقوم بها حلبة البحرين الدولية والتنظيم المحكم لسباقات الجائزة الكبرى قد أسهم ذلك على تثبيت اسم مملكة البحرين على خارطة هذه السباقات إلى جانب تحقيق سمعة متميزة بين مختلف الحلبات الدولية في تنظيم والصدافة مختلف سباقات السيارات إضافة إلى إسهماتها البارزة في زيادة الوعي برياضة السيارات وبهذه المناسبة نرفع إلى مقام جلالتكم السامي كل الشكر والتقدير والامتنان ونعاهد جلالتكم على المضي قدما مستنيرين بنهجكم وتوجيهاتكم لتحقيق تطلعات المنشودة نحو الارتقاء بمسيرة التنمية والتطور وتحقيق المزيد من النجاحات لحلبة البحرين الدولية ومردوداتها على الاقتصاد الوطني دعيا الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بمفور الصحة والسعادة وأن يحقق لمملكتنا الغالية وشعبها الكريم المزيد من التطور والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر